القرنفل هدية ربانية عظيمة جدا جدا هتخلصك من دهون بطنك العنيدة حتى لو كانت دهون بطنك عنيدة جدا جدا هتدوب الدهون بشكل فعال وسريع دهون البطن دهون الجوانب دهون الأرداف هتشلك دهون أسفل البطن وهتشدلك الترغلات بشكل سريع وفعال جدا جدا بتليها فعالية وسحر يا بنات وهو فعلا كنز رباني عظيم لإزالة الدهون العنيدة اللي بتكون في البطن بشكل سريع وفعال جدا لازم تتفرج على الفيديو ده اعت اخسار كتير جدا لما تفرجتيش عليه وجربت الوصفة دي علشان هي دي الوصفة اللي هجيب معاكي من الاخر يلا بينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا بخواتي وحبايبي عاملين ايه يا رب كلكم تكونوا بخير معاكم مايا من القناة وصفات صحرية مع مايا النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم وصفة اطلبت مني كتير احنا عايزين حاجة يا مايا لتدويب الدهون العنيدة اللي بتكون في البطن يا مايا احنا عايزين حاجة لتخسيص البطن بسرعة تكون مكوناتها سهلة ومش كتيرة وفي نفس الوقت تدويب الدهون العنيدة علشان احنا عندنا الدهون عنيدة جدا وميق مش بتنزل بسرعة بنستخدم وصفات كتير بنستخدم طرق كتير حتى تضايد بنعمله بس برضو الكرش بيكون موجود الجسم بيخس بس البطن برضو بتكون موجودا عايزة اقول لك المكون السحري دي ربانية عظيمة والله يا بنات تجربته روعة للتخسيص بيخسص البطن هو بيتركز على البطن اكتر حاجة وكمان بيعمل على تدويب دهون البطن عن طريق الاخراج حلو جدا جربي وهتستفادي منه قوي والوصفة تنفع لجميع الاعمار قبل ما ابدأ وصفتي لو اول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش اضغطي على زر الاشراك الاحمر واتفع علي الجرش اني مسلق كل جديد لايك للفيديو فضلا وليس اعمل اول حاجة المكونات يعني بسيطة جدا جدا وسهلة اوي ومتوفرة ما فيهاش اي مشكلة خالص اول حاجة هنجيب طاصة من عندنا كده تمام ويه هنبدأ ان احنا نستخدم الليمون طيب يا مايا انا معدتي بتتحسس من الحامض انا يا مايا مريضة حمودة معده فلما بستخدم الليمون معدتي بتحرقني جدا وبيسببلي حرقان معده طيب هنعمل ايه مايا احنا عايزين نستفاد من الليمون وفي نفس الوقت معدتنا متستحملوش هقولك على فكرة احلى كمان من الحامض الليمون نفسه بصي حبيبة قلبي هتجيب الليمونة وهتبدأ ان انت تغسليها كويس اوي اوي بسنة من الخل وسنة من المية علشان ننظف القشر كويس اوي وحنبدأ ان احنا ناخد الليمون بتاعنا ده وناخد بالشكل ده كده القشر بتاع الليمون هنقشر الليمونة وهناخد القشر بتاعها ليه هناخد القشر بتاعها لان القشر بتاعها ليه فعالية اسرع من الحامض نفسه وكمان ما بيسببش اي حرقان في المعدة ولا حتى اللي عندهم التهاب في المعدة يقدروا يستخدموا قشور الليمون كمان ليه فعالية في الحرق بيعلي نسبة الحرق جدا كمان قشر الليمون بيعمل على تطهير المعدة وتنظيف المعدة من السموم فاحنا كده هنستفاد ده الليمون بتاعنا بس هناخد القشر بتاعه علشان الناس اللي عندها حساسية او معدتها ما بتستحملش الليمون الليمون هناخد قشرة ليمونة واحدة بحجم وسط لو انت الليمون عندك كبير يبقى هتقسمي الليمونة نصفين تمام وطبعا معايا هنا القرنفل بتاعي القرنفل يابانات ليه طريقة معينة ما ينفعش تزيدي عنها يعني ليه مقدار معين يوميا ما ينفعش ان انت تزيدي عليه فالقرنفل بيستخدم حبوب عشان نقدر نعد منه كام حباية هنستخدمها على مدار يومنا علشان نقدر نستفيد منه في التخسيس وفي نفس الوقت ما يضرش جسمنا علشان الحاجة يا بنات نصيحة الواجه الله الحاجة لما بتزيد او المقادير عندك بتزيد بتضر بتنقص ما بتفتش فيهمتي قصدي تفهماني فلازم تستخدمي الحاجة بنفس اللي انا هقوله بالظبط يعني انت شايفة قدام عينيك ياهو مقدار قشر الليمون اللي انا حطيته هنبدأ نحط ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة عشر حبات من القرنفل فقط ما تحطيش اكتر من عشرة مسموح لك تستخدمي اكتر عشر حبات من القرنفل فقط يوميا لو زاد عن كده بيدر لو قال عن كده مش بيفيد وهنبدأ ان احنا ننزل عليهم بكباية واحدة بس من المية كباية واحدة بس من المية كشور الليمون مع عشر حبات من القرنفل هتبدأي تحطيهم على النار هيغلوا لمدة تلات دقايق تلات دقايق فقط على نار هادية بعد ما ترفعهم على النار ولقيتيهم غلوا تبدأي توطي النار وتستني تعدي كده تلات دقايق وتبدأي انك تقفل النارتين بعد ما سبناهم غلوا زي ما انت شايفا بالشكل ده هنبدأ ان احنا نصفيهم بالشكل ده كده وناخد المية بتاعتهم سواء بقى قدة كباية قدة اقل من كباية المهم ان احنا اخدنا المية بتاعت قشر الليمون مع العشر حبات من القرنفل محتاجين بقى نحط ربع معلقة من مكون سحري ده اخر حاجة عايزة اقولك بامانة وبصدق يا شيخة لما تجرب الوصفة دي عايزةك تيجي في الكومنتات وتقولي رأيك انا يا جماعة عايزةك وتقول رأيك بمنطقة الصراحة علشان الوصفة دي فعلا تحفة بتخسس البطن جدا 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 هنبدأ ان احنا ناخد ربع معلقة كبيرة من القهوة القهوة يا بنات العادية او القهوة التوركي او النسكة فيه هناخد ربع معلقة من القهوة ده خلي بالكم بقى هي بتتحط على المية مش بتغلي معاهم انا مش عايزة القهوة بتاعت تغلي لا انا عايزةك زي ما عملنا القشر مع العشر حبات من القرنفل مع كباية من المية غالوا تلات دقايق على نار هادية بعدين صفناهم بعد ما نصفيهم مباشرة والمية لسه سخنة هنبدأ ان احنا نحط الربع معلقة من القهوة المشروب ده هتشربيه يعني الشوية اللي انت شايفهم دولا هم دولا اللي انت هتشربيهم مدار يومك يعني انا مش عايزةك تشربي اكتر من دول تمام عشان الزيادة زي ما قلت بالضر القليل ما بيفتش هتشرب الكوباية دي على الريق اول ما تصحي من النوم يعني اول ما تصحي من النوم هتشرب الكوباية دي وحتبدأ ان انت تبدأي تاكلي بعديها بساعة يعني بعد الاكل عشان ده بيحسسك بالشبع اصلا بيخليكي تاكلي كميات بسيطة بعد ما هتشربيه هتستني ساعة وبعدين تبدأي تاكلي عادي طيب يا مايا انا معدتي مش هتستحمل اشربه على الريق ما بقدرش اشرب الحاجة على الريق معدتي بتوجعني خلاص يا حبيبة قلبي اشربيه قبل ما تنامي على طول بس انا بقولك على الريق علشان ليه فايدة اكبر وكمان علشان القهوة فيها قفين فهتصهرك فبلاش بالليل هتقدار ان انت تشربه على الريق افضل واحسن حاجة مش هتقدار يبقى هتشربيه قبل ما تنامي على طول طيب بالنسبة لاخواتي وحبيبة اللي عايزين حاجة لشبد التراهولات او احنا بطننا بتنزل الدهون دلوقتي نزلت يا مايا بس في كرمشة في البطن او كرمشة في الصدر او في الزراعين او في الصقين دايما يا بنات انا بنصح القهوة وزيت الزيتون مع معلقة من الشابة المطحونة بنبدأ ان احنا نقلبهم كويس اوي مع بعض ونحطهم في علبة ونحتفظ بهم بيعودوا معاكي اكتر من اه شهر يعني ما بيبوزوش نهائي هتبدأ تدهني بهم كديهان يومي او كريم يوميا على المنطقة اللي انت عايزة تشد منها التراهولات وهتسيبيها لحد ما يعني تسيبيها مسلا ساعة ساعتين من بالليل لحد الصبح بس ما يقلش عن ساعة وتبدأ تعملي مساج لجسمك او مساج للمناطق المتراهلة بعد الكريم بالمية اه الدافية وبعدين بالمية الساعة او بمكعبات التالي دي رهيبة جدا جدا يارب اكون قدرت اقفتكم برضو قوللي في الكومنتات لو فيه اي سؤال اشوفكم على خير حبايا بقلبي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة